اتلقت ميغان ماركل بفستان أسود بسيط بصحبة زوجها الأمير هاري وذلك خلال حضرهما للعرض الأول للفيلم The Lion King بالعاصمة البريطانية لندن أمس الأحد أثارت إطلالة ماركل استحسان المتابعين فيما شعر البعض الآخر أن الإطلالة كانت أكثر من بسيطة وما فيها اهتمام كافي كما أن بعض المواقع الإخبارية أشارت أن ماركل خالفت البرتوكول لما قامت به من حضر الفنانة الشهيرة بايونسي خلال الحفل وقالت المختصصة في مواقع التواصل الاجتماعي هبة على حسابها في تويتر بتغريدة أرفقتها بفيديو لماركل ميغان ماركل تتألق بصحبة الأمير هاري في العرض الأول لفيلم The Lion King فيما علق حساب مهتم بالموضة باسم وجدان فاشن على إطلالة ماركل بأنها غير مناسبة وكئيبة وقال بتغريدة إطلالة غير موفقة وكئيبة مقاس الفستان ضيق عليها بزيادة من فوق وقصة الصدر والأكتاف ما تناسب الأكتاف العريضة موسم الرياض ما زال بيتصدر لوائحة رند على تويتر فبعد إعلام مستشار الديوان الملكي ورئيس هيئة الترفيه السعودية تركي الشيخ عن مشاركة النجم السعودي راشد الماجد بموسم ترفيه الرياض غرد العديد من المتابعين على تويتر وعبروا على فرحتهم بمشاركة الفنان الكبير راشد الماجد وقال آل شيخ من خلال حسابه على تويتر تم الاتفاق مع الفنان الكبير راشد الماجد على إقامة ليلة السندبات في موسم الرياض انتظرونا بس بشرط يغني شرطان الذهب بالمقابل الفنان راشد الماجد رد على آل شيخ بتغريدة قال فيه أوعدكم بحفلة للتاريخ وانحكى تحكي معه كل الرياض على هاشتاك خسوف القمر الجزئي غرد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر بتعليقات حول الظواهر اللي رح يشهدها العالم غدا يوم الثلاثة وكان قد تم الإعلان عن أن خسوف جزئي للقمر قد تطول مدته اللي تصل إلى ثلاث ساعات من المتوقع أن يكون مرئيا في البلدان العربية وكانت إحدى التغريدات للدكتور خالد صالح الزعاق اللي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك اللي قال بتغريدة له بتعقيبا على هذا الموضوع غدا للثلاثاء سيحدث ثلاث ظواهر فلكية تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت أذان الظهر على مكة وهو اتجاه القبلة على مستوى العالم وثانيا خسوف جزئي للقمر مشاهد عندنا في السعودية والخليج ويستمر قرابة الثلاث ساعات يبدأ من الساعة 11 مساء وينتهي الثانية صباحا وثالثا اقتران كوكب زحل بالقمر طوال الليل اتصدرت المملكة العربية السعودية أسواق العطور في الشرق الأوسط كان أيضا من المواضيع اللي كانت على لائحة تريند بتويتر بعد إعلان صحيفة عكاظ أن مبيعات العطور بالمملكة وصلت إلى 70% من مجمل مبيعات مستحضرات التجميل وذكرت بالخبر أنه ثلاث قوارير عطر تباع كل ثانية في السعودية وتعقيبا على هذا الموضوع غردت حسابات عديدة في تويتر كان إحداها حساب باسم الشيخ حمدتو اللي قال بتغريدة صادقين على طاولة 15 عطر قيد الاستخدام ترجمة نانسي قنقر